ماذا يجري في المسيرة الإصلاحية التنموية داخل مصر وانت من ضمن اللجنة الاستشارية للسيد الرئيس احنا بنعمل ايه وراحين فين طمين نقول لنا ايه اللي بيحصل هو من وجهة نظري أنا يعني كواحد فعلا يعني من ضمن الناس اللي هي بتحب فعلا البلد ديت وبقولها بأمانة ويعني بكل صراحة انا شايف ان مصر طبعا في تقدم دايما من يوم ليوم صحيح ان المشاريع اللي بتتم النتاج بتاعتها ما بطلعش مرة واحدة ما فيش حصلت دي في العالم يعني ما فيش حصلت اي بنية تحتية بدأت فيها وبنت على طول النتاج او السمرة بتاعتها على طول تاني يوم فدي العزان انت قصطة من القصطوات بتاعت البنية الاسية يعني انا انجاز التعبير انت قصطة علامي من قصطوات البنية الاسية اقول لي كده بلغة بسيطة امي تفهمها واختي تفهمها والناس البصطاء يفهموها ايه اللي حصل في البنية الاسية في مصر اللي حصل يعني مثلا نشوف شوكة الطرق لو الواحد بصلها بعين تانية انا دلات قدر اطلع انا طلعت مع وفد الماني معانا كان برلمان من ايمي تيوين في مصر تلعين على الطريق بتاع السويس الهايوي بتاع الطريق ده الناس كلها تقولك بقول لهم دول اللي تعملت في مصر وبسرعة في خلال سنة ونص وبتاع فراح ردوا علي قال لي ما ييجوا يبنون المطار بتاع بلين مدام عندك انت بتاع بسرعة لان المطار بلين طبعا متأخر لا 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 دي داني يعني فعلا مدام انت كده شطرين يعني دعوة المانية للمصرين هم يشغلوا من اللي هم شافوه في القاهرة من ناحة المينجمنت من ناحة الانضباط من ناحة النظافة من ناحة الكواليت اللي الشارع ماشي فيه فديت من ضمن الحاجات الكويسة الطرق اللي اتعملت شبكة الانفاق اللي اتعملت شبكة الانفاق تحت قناة سويس وتعميل قناة سويس ويسينة كل ده شغال دلوقتي في مشاريع كبيرة التاني حاجة موضوع الناحة الاقتصادية والمشاريع الصغيرة والزراع والواحد ونصف الدان يعني فيه كزا مشاريع كبيرة او وبعدين ايه بتتم لكن ما انتشايف طبعا السمار بتاعتها موضوع النقل وموضوع البنية التحتية دي مهمة لان ده من ضمن اساس اي بلد اتصلاف فدي من ناحية المشاريع الكبيرة اللي هي تمت وبتم في نفس الوقت يعني عندنا العاصمة الادارية الجديدة عندنا يعني كزا حاجة بتتم العالمين يعني كل دي طبعا بتوفر ايد عاملة بتوفر مجالات تانية للاستثمار موضوع من حول قناة سويس يعني موضوع الطاقة يعني انا فاكر اوي ودنتو نستوها كلكم انا فاكر اوي ان زمان لما كنا بننزل الفين وخمستاشر في ايام رمضان كانت طيار الكهربا بيقى ومشكلة بقى كنا شغالين على لمبر عشر ونبر خمسة والشام ماشي وكان الشباب اللي كان بيعاية والاهالي ان هم الطلب اللي بيذاكروا عشان السماية العامة كانت الكهربا بتقطع دي دي الكهربا بتقطعش بس الناس نسيت ناس نسيت